السلام عليكم و مرحبا و الف مرحبا بكل متتبعي قناة شيوات فطيمة مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد و وصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن فطيرة تركيا بالحالي بدون فورنا ان كريكم تحضرها في عشر دقائق لا اكتر فطيرة سهلة سريعة في التحضير دياله هدا و الشكل النهائي كتجي علي كيف ما كتلاحظوا معي كتجي لديدة في المدق و بمقونات جدا بسيطة انتمنى ان شاء الله تكون في متناول يد وتوجدوها هكذا كاقتراح للفطور او لا للقوتي فاذا باسمنا على بركتي الله بالنسبة للمكونات عندي بيضة كاملة عندي خنيشة من بيكن فودر اي خامرات الحلويات مايو عاديل 8 جرام و خنيشة من سكر منسا بالفانيليا مايو عاديل 7 جرام ملعقة كبيرة من السكر الخاشين اي سكر سانيدة و كأس من الدقيق الابيض المخصص للحلويات بقياس كأس العنبه مايو عاديل 140 جرام و عندي هنايا الحليب اللي كي عاديل تقريبا 75 مللي يعني نصف كأس بقياس كأس العنبه و القبزة صغيرة من الملح هادو بالنسبة لمكونات الفطيرة بالنسبة للحشو عندي تقريبا ربع ملعقة صغيرة من القرفة اي الدارسين و عندي هنايا القليل من اللوز اللي خديته تحنتو شوية تتهرمش يمكن لكم تعودو بالكوكاو اي الفول السوداني او اللاسم سيم اي زنجلة المهم اي نوع كتف الضم المكسرات او للحبوب اللي عزي عليكم من بعدها نخلطو مع ملعقة صغيرة من السكر الخاشين في تتمت الفيديو فده باسم الله كنناخد البيضة كنضيف على سكر مناسا بالفانيليا وايضا قبزة صغيرة من الملح غرق بيسة صغيرة والملعقة كبيرة من السكر الخاشين اي سكر سانيدة ومن بعد كنطرى بعد المكونات مع بعضياتهم مزيعا حتى كدو بليا ذاك السكر وكي سبح ذاك الخاليط دياله بيض داك شيئا ما ابيض يعني اللون ديالك اللي فاتح شوية عدا بايش كنضيف ذاك النسف كأس من الحاليب مايو عاديل 75 ملي القيس دائما بكأس العنبة بالنسبة الاخوات اللي من الجزائر او من دول عربية اخرى فيمكن لكم تقيسوا باي كأس او كاب يكون متوسط الحجم كأس ديال الشاي وقيسوا بيكل مكونات باش هكذا تجي معاكم مضبوطة ضفت الكأس من الدقيق الابيضة وايضا ضفت عليه الخنيشان من البيكن باودر اي خامرة الحلويات وكنخلط الكل جيدا حتى كنت حصل على خاليط ديال يعني خاليط بحل القوان ديالكيك كيكون شيئا ما اتقيل شوية ما كيكونش خفيف كيكون شوية اتقيل فها هو واضح لكم على الفيديو فكيجي على هاد الشكل هناك يصبح النار خاليط ديال الفطيرة جاهزة كنوضعوه على جانب وكندوز باش كنحضر الحشو فكيف ما قوت لكم عندي القليل من اللوز اللي هرمشتو شيئا ما يعني ما شم طحون مني يلبزة وانما غير مهرمش ضفت علي نصف ملعقة من القرفة اي بودرة الدارسين وكتبقى اختيارية بالنسبة لي ما كيبغيش لما دقيق ديال القرفة فممكن تعوضوها بسكر فانيليا وضفت ديال الملعقة الصغيرة من السكر لخشين اي سكر سنيده صافي وبدت كنحرك هاد المكونات مع بعضياتهم مجيدا حتى كتخلط لي ديال القرفة مع اللوزة وهنا كيصبح عندي الخاليط جاهز ديال الحشو فهنا كنناخد مقلات غير لاسيقية يعني مقلات طيفال كنوضعها على نار كتكون مهيلة بزه بزه يعني كتنقصوها قدر المستطاع من بعد ما كتسخن كاندهنها بالقليل من الزبدة وكانخوي يعني الكمية الكبيرة ديال الخاليط ديال الفطيرة كنخوي كمية كتكون يعني مثلا كنخلي غلى الربع والكمية الكبيرة كنوضعها كتطبقة اولى وكانحاول نسرح على المقلات على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا إلا بدلكم شي بلاصة ما مقدش كتحاولوا تقدوها بسباتيول ودائما النار كتكون مهيلة بزه دابا كنناخد الحشو ديالي واللي هو اللوزة كان بدك نوزعه على الفطيرة بهذا الشكل صراحة معني كتجي لديضة وسهلة وسريعة في تحضير ديالها بالنسبة دائما كنأكد الى ما كنتوش كتحبوا اينا كمتلا القرفة او المهم الفاني او لأي نكافة كتغيروا هاداك هاداك المنسمات كيبقوا لحسب الضوقة ديالكم انا فقط شركت معاكم الفكرة يعني بالطوق اللي انا كيعجبني صافي من بعد ما كنوزع ديك الكمية ديال اللوز على هادا شكل كنخلي شوية باش نزين بيه في الاخر وهنايا كنبدأ نوزع ديك الكمية ديال الخليط لطبقات الياء الفوق انا كتحاولوا توزعي بالخاطر باش هكذا من بعد يعني تسرح لكم على هاداك الضغطة لاذاك الطبقة ديال اللوز تغطة ما تبقاش بيناه انا اهنا ايا ما خليتش الخليط بزاف ديال كيك انتو ما حاولوا تخلي شوية القياس اللي غاديك فيكم يعني ربع الكمية اللي تخليه انا خليت اقل منها ولكن رغم دالي كراني يعني الداركت الموقف عدلتها بالواسطة ديال يعني الضهر ديال الملعقة حاولت نسرح هاداك الكمية غير اللي حطفت بها نسرحها على داك يعني دوك الفراغات اللي تبقاوا ليه ومن الحشو باش هكذا تغطى هاداك الكمية اللي عندنا من الحشو باش من القلبوها على الجيال والاخرى باش طيب لينا ما يتحرقش لنا داك اللوز فكما قتلاحظوا معي هنا جبت ملعقة صغيرة غير الضهر ديالها كنحاول هاكدا نسوي داك يعني بالخاطر المهم رايندرت معها الخاطر الخاطر حتى غا حاولت نغطى داك الكمية كاملة صافي ولا عفية كتكون مهيلة كان مبقى كانت سنة تقريبا واحد خمسات دقايق حتى ستة دقايق عادة بايش كنحس بان راسة في تحمرات من جوني كيف ما كتلاحظوا معي كنوضع الفطيرة بحالة تفسينية او لتبصيل على هاد الشكل وكنعاود كندهن المقلات بالقليل من الزوبدة صافي وكنقلب في هادك الفطيرة على هاد الشكل فالشكل جيد واضح صافي وكنخليها كتتحمر من هادك الجيال الاخرى حتى كتولي على هاد الشكل فهي سريعة الاجتواء كتجي طايب وناجة يعني تماما كتجي ناجي حمية بالمياه وصراحة فطرة رائعة والله العظيم لا صدقوني اعطي لا حضرتوها ويعني قطع طوح تطف البواطة قد قدرت مثلا فاش كتبغو توجدو القوتة او للفطر تجبدوها منتل جوهية باردة وتحطوها كتكالب نينة من ذاك الشرفين هنا يا كان دهن الوجه ديال الفطيرة بالقليل من الكم فيتور ديال مشماش او للعسل حسب الضوء ديالكم انتوما وكان دردر عليه ذاك الكمية اللي تبقات عندي من اللوز كيفما كتلاحظوا على هاد الشكل صافي هنا يا الفطيرة ديالي كتصبح جاهزة كنقدموها بصحة والراحة اما تقدرو تقدموها يعني مباشرة كيفما تقدرو تحتفظوا بها يعني من يومين الى ثلاث ايام في تلاجة فما كيوقع لا تشي حاجة كتبقى صالحة يمكن لكم ايضا تعطوها الاطفال كوميد ومعاهم هكذا القوتي ديال المدرسة ديالهم فكتنفع ايضا بمكونات بسيطة والنتيجة هائلة انتمنا ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم تجربوها ويلعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي اعجاب وايضا تعليق محافز ولاشن لا تشاركوا الوصفة مع الاهل والاحباب باش كده تعمل فائضة اكتر وهنا اياني انقطع لكم مورسو باش تعود تشوفوها معي كيف كتجي من الداخل فكتجي على هاد الشكل ذيك الكمية ديال الحشو كتجي في الوساطة كتجي رطبوه الشيشة انتمنا ان شاء الله تجربوه وتعجبكم كنقول لكم بسلام عليكم وفي اماني الله الحلقة قادمة ان شاء الله شكرا 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 شكرا